هذا السؤال يقول ما حكم كتابة آية من القرآن الكريم على السيارات له جانبان هذا السؤال هناك الجانب التنظيمي الموجود في الدولة أن الكتاب على السيارات صدرت فيها تنظيم و صدر فيها تنظيم من الدولة بأنه لا يكون هناك أي كتابة حتى لا تستغل استغلال سلبي بأي صورة من الصور فهي ممنوعة تنظيميا هذا من ناحية الإدارية أما من ناحية الشرعية فالقرآن الكريم أعظم من أن يكتب بهذه الصورة و أن يجعل في هذا المكان فإنها قد تتعرض في الطرق لبعض الأماكن ممكن أنه يصيبها بعض الأوساخ و نحو ذلك فيقع هذا على كلام الله سبحانه و تعالى فلا تكتب الآية و لا تكتب اسم الجلالة على السيارة و نحو ذلك لأن هذا المكان ليس مكان إجلال فإذا كتبته على السيارة من الخارج و نحو ذلك فقد يصاب ببعض الأوساخ و نحو ذلك و نحن على يقين بأن من فعل هذا الفعل لا يريد أنه يهين كاللفظ الجلالة أو لا يريد أن يهين القرآن لكن هذا الفعل و لو كنت من غير قصد سوف يجعل هذا الكلام في هذا الموضع لذلك لا يجوز كتابة آيات القرآن الكريم على السيارات خصوصا و أن الفائدة من ذلك قد تكون معدومة و هكذا بالنسبة لي لفظ الجلالة و ذكر النبي عليه الصلاة و السلام بأن يكتب على السيارات و نحو ذلك فكل ما كان فيه عرض لمهانة فإنه يمنع لأنه علينا أن نجل و أن نعظم كلام الله سبحانه و تعالى و كذلك بالنسبة للفظ الجلالة و كذلك بالنسبة لإسم النبي محمد صلى الله عليه وآله و سلم ترجمة نانسي قنقر